اشتركوا في القناة مأدبة إلى دعوة في بيت شريف في بيت له منزلة له مقام محترم بين الناس سيفكر في نوع ثيابه في نوع لباسه سيختار ثيابا تناسب تلك الدعوة الثوب الذي يحتاجه المدعو إلى مائدة الحجة بن الحسن في هذه الليالي في هذه الأيام الثوب هو الصيام الصوم السؤال هنا ماذا نعرف عن صومنا هل الصوم الذي نصومه يتناسب مع هذه المأدبة هل الثوب الذي لبسه ذلك المدعوب وذهب إلى المأدبة في ذلك البيت الشريف كان مناسبا أمر مرورا سريعا على نماذج من حديث أهل البيت وهم صلوات الله وسلامه عليهم يحدثون الناس بلسان المدارات الكتاب الذي بين يدي هو وسائل الشيعة من منشورات المكتبة الإسلامية وهذا هو الجزء السابع عن هشام بن الحكم أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن علة الصيام لماذا نصوم فماذا قال إمامنا الصادق إنما فرض الله الصيام ليستوي به الغني والفقير وذلك أن الغنية لم يكن ليجد مس الجوع فيرحم الفقير لأن الغنية كلما أراد شيئا قدر عليه فأراد الله تعالى أن يسوي بين خلقه وأن يذيق الغنية من الجوع والألم ليرقى على الضعيف ويرحم الجاح إذن هناك من يصوم ولا يدري لماذا يصوم يصوم يجوع يعطش يتغير عليه نظام نظام حياته اليوم الأعتيات وهناك من يصوم كما في هذه الرواية خصوصا الأغنياء الرواية تقول إن الله فرض على الفقير 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 يعرف طعم الجوع ويعرف ألم الجوع لماذا فرط هذا لأن ما جاء في الرواية هو من معاني الصوم على الحاشية كما بيّنت قبل قليل من أن طقوس مسجد السهلة وجمكران على الحاشية هذا المعنى أيضا على الحاشية من معاني الصوم إذا كانت القضية كي يشعر الغني بجوع الفقير إذن لماذا يصوم الفقير فهو أساسا جائع رواية أخرى عن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه علة الصوم لعرفان مس الجوع والعطش ليكون العبد ذليلا مستكينا مأجورا محتسبا محتسبا صابرا ويكون ذلك دليلا له على شدائد الآخرة مع ما فيه من الانكسار له عن الشهوات واعظاً 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 له في العاجل دليلاً على الآجل ليعلم شدة مبلغ ذلك من أهل الفقر والمسكنة في الدنيا والآخرة هذه الرواية تتحدث أن الصوم شرع لأجل أن يستشعر الإنسان ما يجري في شدائد الآخرة ولنفترض أن إنسانا لا يستشعر ذلك فهل أن الصوم لا يشرع هنا هذا المعنى أيضاً في الحاشية ورواية أخرى عن الفضل ابن شاذان عن الإمام الرضا إنما أمروا بالصوم لكي يعرفوا ألم الجوع والعطش فيستدل على فقر الآخرة وليكون الصائم خاشعاً ذليلاً مستكيناً مأجوراً محتسباً عارفاً صابراً على ما أصابه من الجوع والعطش فيستوجب الثواب مع ما فيه من الإمساك عن الشهوات ويكون ذلك واعظاً لهم في العاجل ورائضاً لهم من الترويط ورائضاً لهم على أداء ما كلفهم معيناً لهم ودليلاً لهم في الآجل وليعرف شدة مبلغ ذلك على أهل الفقر والمسكنة في الدنيا فيؤد إليهم ما افترض الله لهم في أموالهم إذن معنى الصوم هو هذا أن الغني يصوم كي يستشعر الجوع جوع الفقير كي يرحم الفقير يصوم الصائم كي يستشعر شدائد يوم القيامة يصوم الصائم كي يعرف ماذا يجري على أهل الفقر والمسكنة إن كانوا في الدنيا من أهل الفقر للمال أو كانوا في الآخرة من أهل الفقر للعمل الصالح ورواية أخرى عن زرارة عن الصادق عليه السلام قال لكل شيء زكاة وزكاة الأجسادي الصيام للمال زكاة للعلم زكاة حتى للبيوت الفارهة زكاة لكل شيء زكاة وزكاة الأجسادي أصيام فالأجساد هي وسيلة الإنسان الإنسان ما هو بجسد الإنسان حقيقة تتجلى في روح وجسد في العالم الدنيوي الإنسان يتجلى في روح وجسد والجسد هو الوسيلة والآلة التي من خلالها يتحرك الإنسان في هذه الحياة ويعمل ويفعل وينتج ويحسن ويسيء فهذه الأجساد تجب عليها الزكاة لا بد من تسكيتها لا بد من تطهيرها وتنميتها في نفس الوقت لا بد من تطهيرها من جراء آثار الذنوب والسيئات والقبائح لا بد من تطهيرها من آثام الدنيا ومن وساوس الشيطان ومما يجري على الإنسان في هذا العالم ما يجري على الإنسان في هذا العالم بحسب طبيعة هذا العالم الترابي وطبيعة العلائق التي تربطه مع من حول ومع ما حول من الأشياء العاقلة وغير العاقلة وما يصدر منها اتجاهها فلا بد من تزكية لا بد من زكاة فزكاة الأجساد الصيام فنحن نصوم إذا كنا من الأغنياء كي نجوع كي نستشعر ألم الجوع عند الفقير كي نتحرك لنعين المحتاجين بما نستطيع أن نعينهم إذا كنا من المتمولين وإن كنا من غيرهم إننا نطلب بالصيام أن نتذكر شدائد الآخرة وهذا الأمر يشمل الأغنياء والفقراء وما يجري هناك في عرصات يوم القيامة إننا نصوم كي نطهر هذه الأجساد من آثامها فندفع زكاة أجسادنا وزكاة الأجساد كما قال إمامنا الصادق في الرواية التي نقلها إلينا زرارة زكاة الأجساد أصيا وربما جاء في مصباح الشريعة عن إمامنا الصادق تفصيل لهذه الزكاة قال الصادق قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصوم جنة والجنة وقاية الصوم جنة من آفات الدنيا وحجاب من عذاب الآخرة فإذا صمت فانوي بصومك كف النفس عن الشهوات وقطع الهمة عن خطوات الشيطان والشياطين وأنزل نفسك منزلة المرضى لا تشتهي طعاما ولا شرابا وتوقع في كل لحظة شفاك من مرض الذنوب وطهر باطنك من كل كذب وكدر وغفلة وظلمة يقطعك عن معنى الإخلاص لوجه الله تعالى قيل لبعضهم إنك ضعيف وإن الصيام يضعفك قال وأنا أجزي به وسأعود إلى هذه الكلمة والصوم يميت مراد النفس وشهوة الطمع وفيه صفاء القلب وطهارة الجوارح وعمارة الظاهر والباطن والشكر على النعم والإحسان إلى الفقراء وزيادة التضرع والخشوع والبكاء وجل الالتجاء إلى الله تعالى وسبب انكسار الهمة وتخفيف السيئات وتضعيف الحسنات وفيه من الفوائد ما لا يحصى وكفى بما ذكرناه من لمن عقله ووفق لاستعماله إن شاء الله تعالى أعتقد أن ما قرأته من هذا الكتاب مصباح الشريعة كان شرحا وبيانا لمعنى أن الصيام زكاة للجسد كل هذه المعاني معاني جميلة كل هذه الأحاديث وردتنا عنهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين كل هذه المعاني معاني جميلة ولكنها تقع في الحاشية من معاني الصوم أنا أقول وأسأل نفسي وأسألكم هذه المعاني التي قلت بأنها تقع على الحاشية في معنى الصوم هذه المعاني هذه المعاني نحن حققناها في أنفسنا وفي صيامنا الواقع يقول كلا وكلا وكلا فإذا كانت معاني الحواشي أو حواشي أو حواشي المعاني لم تتحقق في حياتنا فما بالنا وما بالكم بمعاني المتن أو بمتون المعاني الصيام الزهراء الصيام الزهراء تحدثنا عنه الصديقة الزهراء وهذه خطبتها الشريفة فماذا تقول فجعل الله الإيمان تطهيراً لكم من الشرك والصلاة تنزيهاً لكم عن الكبر والزكاة تزكيةً للنفس ونماءً في الرزق والصيام تثبيتً للإخلاص هذا هو المعنى الزهراء للصيام وهذا هو متن المعاني المعاني الأخرى في الحاشية نفس الشيء الذي ذكرته قبل قليل فقلت بأن الطقوس والتواجد في الأماكن المشرفة شيء حسن شيء جميل ولكنه في الحاشية الأصل ما بينه إمامنا السجاد العقول والأفهام والمعرفة كذاك هو الصو كل المعاني المتقدمة جميلة ولكنها في الحاشي متن المعاني هو الذي بيّنته الزهراء صلوات الله وسلامه عليها والصيام تثبيتاً للإخلاص أننا نصوم كي نثبت إخلاصنا كيف يكون ذلك والصيام تثبيتاً للإخلاص أما الإخلاص ونحن على مائدة الحجة ابن الحسن فإنني لن أطيل الحديث في تعريفه تعريف واضح للإخلاص أن في دعاء الندب الشريف دعاء الندب يقسم الناس إلى قسمين بلحاض إمام زماننا نحن هكذا نخاطبه أين معز الأولياء ومذل الأعداء ربما يكون هناك أناس ما بين الأولياء والأعداء كما يسمون بالنظارة لا شأن لنا بهؤلاء نحن نتحدث عن المجاميع الواضحة المشخصة أين معز الأولياء ومذل الأعداء الأولياء هم أصحاب الإخلاص الأعداء أعداء وما بين بين هؤلاء النظارة هؤلاء لا يملكون إخلاصا الإخلاص أين موجود أين هو موجود الإخلاص موجود عند الأولياء الذين يعزهم وإنما يعزهم لإخلاصهم الإخلاص هو سبب عزهم ما هي علامتهم علامتهم أيضا في دعاء الندبة ونحن نخاطب الإمام الحج أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء فالأولياء المخلصون هم الذين يتوجهون إليه يتوجهون إلى وجه الله الأعظم إلى إمام زماننا أعتقد أن تعريف الأولياء وأن تعريف الإخلاص بات واضحا صريحا جدا فمن أي مجموعة نحن معز الأولياء مذل الأعداء أو من النظارة وإذا كنا نزعم أن من الأولياء الذين يعزهم الإمام بإخلاصهم بولايتهم هل ينطبق علينا هذا الوصف أننا فعلا نتوجه إلى وجه الله أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء الصوم تثبيتا للإخلاص وهذا هو الإخلاص فهل صومنا نتعامل معه بهذا الفهم أليس نريد أن نجلس على مائدة الحجة بن الحسن مائدة الحجة بن الحسن تحتاج إلى ثياب للحضور إلى الدعوة ثيابنا هو صيامنا هو صومنا صومنا بأي معنى بالمعاني المتقدمة أم بالمعنى الزهرائي إذا كنا ندعي أننا زهرائيون هذا هو الصيام الزهرائي والصيام تثبيتا للإخلاص ترجمة نانسي قنقر